أنا عارفة سبب دموعك دي بس يكون في علمك أنا أطيق العامة ولا تقش أشوف دموع راجل أنا عشت أسود ليلة في حياتي حد تحرش بيك في الإزم؟ بلطاجي بن كلب حتى لو دخل السجن هجيب أمه ودومك فادلت عليك ولا تقلعت؟ لا الحمد لله ما تقلعتش بس المحاولة نفسها فيها زول يبقى لازم تنسى الموضوع ده من أول و الأخر والبلطاجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقدة في حياتك أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه أنت مدتي إيديكي وانت شلتيني من جهنم الحمرة أنت اللي بميت نفسك في جهنم الحمرة يا غبي أنا حلفت يميني لنبوص رجلك ما فيش فايدة فيك ولا في أي حد زيك أنت فاكر الدنيا ماشية إزاي؟ ماشية سبح للا؟ الدنيا ماشية بقوانين هي اللي عملتها لنفسها وأول قانون بيقول مستحيل البني آدم يبقى طيب وشرير في نفس الوقت ما ينفعش يتبقى شريف شوية وغير شريف شوية تانية النظافة والوساخة لا يمكن يبقوا في نفس المكان الدنيا يا كده يا كده وعليك تختار انت عاوزيه لكن البني آدم اللي بيمسك العصايا من النص بيفضل على حاله دايما خسران وانت خسرت وتحنت عشان مسكت العصايا من النص أنا بتعلم منك يا أستاذا الغية بتبرر الوسيلة شوف انت عاوز تعمل إيه واختاره بس حضرتك نظرتك للدنيا سود قوي من اللي شفته وأنا شفت كتير وخلي بالك إن ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف ودي اتجربت عشت الخلفان في الحجز الساعة تكام؟ عشرة ونص بتبتعلن عزمك على عشرة لأ مش هاضر يا أستاذا لازم اروح لابويا عشرة تطمينه علي على راحتك عملت ايه في العربية سبب المصيبة؟ عربيت ايه بقى؟ يغور بيها دي نحس زي وش أمه السبع الخير مالك في ايه؟ في حاجة لازم تشفيها بنفسك يا أستاذا أعوزاني أشوف ايه؟ امتة تحصلوا يسايا؟ انا جيت الصبح لقيته نايم عم مسعود هو اللي فتحله ايه بستهاني وأنا الصبح المنظف خلوا نايم وبلغوني لما يسح تعال يا مصعود قولي إيه اللي حصل أيو ستها أنا الساعة السبعة صلحة أنا وضف المكتب جاه هو وخبط فتحت له فقالت له قالت له الله أنت إيه اللي جابك بادي ذلوقتي قال لي أنا جاي أنا أخش الحمام أقول خش الحمام إيه اللي حصل لك تاني خناقة عائلية خناقة عائلية تعمل فيك كده ما شفتش نفسك في مراية شكلك طلع من صندوق زبالة لا أصل خناقة شديدة شوية مع أبوك ولا مع أمك ولا مع كله مع أبويا وطردني طردك ومامتك سابته يطردك معرفتش تمنعه خناقة في الشارع عند العربية أيوه وإيه المصيبة اللي عملتها عشان أبوك يطردك مش كبرت على حكاية الترد دي ولا كنت عارف إنك لازم تترد ما كانش ينفع بقى جنب وهو غطبان وما كانش ينفع أرجع على البيت عشان ما كنتش أخلاص من ماما لازم عاملة سودة خلاص بقى لا حصل حصل موضوع انتهى ما انتهاش بالنسبالي هي مسألة عبيطة وحايفة بس بالنسبة للوالد والوالدة خلطة كبيرة قوي إيه سرقت أهلك لا أبويا زبطني مع واحدة فاطع مش كويس وعفريت الدنيا تنططت فوق دماغه قفشك مع واحدة مش مكسوف من نفسك طب واحد عمل إيه مش عارف بتلبس مقاس كام ايه بتلبس مقاس كام اه 42 انت مش شايف منظرك عامل إزاي أفندم يا مدين خد اشتري قميس مقاس 42 وابنطلول مقاس كام 34 وغيار داخلي فوق وتحت من أي محله بسرعة حاضر حمامي في دوش لما انتهاني تيجي تدخل تاخد دوش وترجع بني قدم تاني وتروح بيتكو تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك وتكون قدام العمارة دي لما تخلص هتكون هناك الساعة كام الساعة عشر بالليل مش معنى الساعة عشر عشان أبوي يكون خرج من البيت البواب حيكون مستنيكو قدام العمارة تقول له أنا عاطف ربيع وهو حيعمل اللازم ايه الهي سادي؟ النهاردة في قبض يا مده بس هو ما عجبوش الكلام وقالي الحق حق قالك الحق حق؟ أول هي مدينة خلاص قدينه مكافئة الموضوع وقلينه المدام مش عاوز الشغلة تاني منك سباح الخير ازايك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت ألف 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 ومبروك يا عاطف ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العاشة النهاردة ومناسبة النجاح تهيني تهيني أيوة يا مدينة جاتوا للمكتب كله حاضر مالك مش على بعضك ليه؟ ما تعد عدل ما تفرج عن ناس يا أستاذة؟ أنا عامل يا شبت النهاردة قبل كده وماله النهاردة مش عاجبك ولا إيه؟ يا ناس دي بتطلع بالنهار؟ أيوة بتطلع بالنهار بس الهيئة غير الهيئة بس دول معظمة ما معرفينك؟ زي ما نعرف بلويهم بالزبط بطل تبص حاضر نجو عامل أيوة؟ محسن بيه الأهواني عاوز يحسب على التربازة بتاعت حضراتك؟ إيه له يا حضراتك يا فاني؟ طبعا لا قوله مدام نجوة بتقولك متشكرين وأنت عارف إنها بتحب تدفع حسابها بعين هو مش شايف إن أنا معايا راضي لطلب عرض؟ إحنا هنا يا فاندم في خدمة زبايننا مش أكتر ولا آل وبنسمع الكلام سهوق من حضرتك أولاً حضرته ماشي شكراً بعد إذنك يا فاني هو الموضوع بالزبط حدق قوي فاكر إنه ممكن نشتري سكوتي بعشوة مش عارف إن كل حاجة لها تمن كنت فاكراك أسكى من كده يا محسن يا أهواني هو ده اللي قدرت عليه تدفع لي العشا؟ ده انتهبل بقى عاوزة إيه؟ عاوزة أعلان الغلاف الأخير بتاع المجلة بتاعتي الغلاف الأخير مش العدد الأخير يهبل فلا الله ولا فالك دهر المجلة فهمت؟ بكام؟ حتدفع اللي بقولك عليه أنت حتفصل معي؟ أيوة كده خليك حلو همار سلام أي خدمة يا أستاذ؟ فإنت هاني؟ عندها ضيفة قولها الأستاذ عزاكي لوقتي حالة معلش يا أستاذ أنا أسفل روح أنت مين الضيفة اللي عندك؟ دي بنت بتقول إنها صحفية وجاية تسأل على الأستاذ عاطف بنته صحفية؟ اسمها إيه؟ اسمها صلوة تبدئي أكيدا وخليها تدخل